عروض ما كانش لسه فكر الانفتاح على أوروبا وثقافة الاحتراف منتشرة في ملعبنا لكن في وقت من الأوقات تقدمت عروض لاحترافه بشيكات على بياضي من أندية منها على سبيل المثال مونشنج لباخ بعد المواجهة مع الأهلي أنا كنت في الماتش ده بالماتش أنا طبعا كنت في الاستاد وأنا صغير كده كنت في الاستاد روحنا العيلة كاملة نتفرجنا على الماتش ودخلنا كانت بالتذكرة واحدة بالمناسبة كانت في المأسورة كان فيه تذكرة للمأسورة إحنا روحنا كلنا عيلة واحدة بالتذكرة دي ودخلنا الماتش وتفرجنا أنا شفت أنا كنت أومر أدخل استاد فكانت حاجة تخذ أول مباراة أول مباراة أنا مشجع درجة ثالثة ويما اضطردت جاملة جدا في الناشئين من الحكام بسبب فرقة 97 بتاعت الناد الأهلي ويسأل أحد يقول لك مجدي لأن الحاكم كان دايما بيجي يعني فيه أحيانا دخلات ممكن تخلي اللعيب يبطل كول وده حصل في ماتشات يعني أفتك أن أنا الثلاث مرتين مرة في ماتش كان يوسف أحلاء من فرقة 97 كان بلاعب الشمس وطلع معاك جون يوسف وقع على دماغه فكان لازم الحاكم يوقف الماتش الحاكم موقفش أن دخلت بالمناسبة وده وده أنا مش بقول الناس تدخل لكن كان لازم يوقف الماتش أنا خفت على الولد لأن الولد لما وقعه كان ممكن يبلع لسانه فيه إصابات معانا بتبخطيرة جداً يعني خطر على حياة اللعب جداً ومرة برضه كان عادل برضه بيلعب كرة دخل فيه عمله مقص عادل مجدي كان عمله مقص كان ممكن يجيب له البط صليبي أنا يعني أنت كمشجع يعني هنا في الحالة دي لا لا والله مش هكذا قمت بس هي الفكرة كلها أن أنت ممكن تخلي لعيب يبطل كرة بالدخلة دي أو بالإصابة دي يعني يعني كان فيه قريب أوي حد دخل برضه بلستارز بلستارز يعني فأي من أشرب في الماتش اللي فات الراجل بتاع السودان دخل بتعليل دخل فيه جامد جداً كان ممكن يبطله كرة يعني إحنا شوفنا علي ماهر لما إتصاب في رجله لما كان بيلعب مع القناة ودي اللي يعني خلت علي يبطل كرة نفس الفكرة الدربات دي أو الإصابات دي بتيبقى صعبة جداً على اللعيب الكرة يعني إلعب كرة لكن حافظ على زميلك أو حافظ على اللعيب اللي قدام أما إحنا ما بولكش متلعبش برجولة إلعب زمان تعايز لكن مش بخشونا